شهدت مدينة دير الزور في النصف الثاني من العام الماضي ظاهرة اختفاء الأطفال والمراهقين من الفئات الأكثر فقراً في ظروف غامضة ومن خلال تقارير متداولة بحثت فيها الحدث تبين أن الأطفال المختفين قد ماتوا نتيجة تجارب للعقاقير المخدرة أجرها عليهم المسؤولون عن إنتاج المخدرات التابعين للحرس الثوري الذي كان يسيطر ولزال على معظم مساحات المدينة بدأ البحث في اختفاء الأطفال في غرب مدينة دير الزور حيث كانوا يعملون لدى أحد تجار المخدرات أو أحد تجار المخدرات الذي يغطي نشاطه بصفة تاجر خردوات وهو يملك مستودعاً للخردوات بالقرب من مسجد الفتح بحارة الطب ويدير شبكة مؤلفة من نحو سبعين طفلاً بعض التقصي أكثر عن ذلك عثر على سجلات تفيد بأن طفلين كانوا يعملان لدى الشخص أدخلا مع أطفال آخرين أو أدخلا مع أطفال آخرين بحالة صحية حرجة إلى مستشفى السلوم بدير الزور وفارق ثلاثة منهم الحياة بسبب جرعة عالية وزائدة من المخدرات وقد نشر تقرير إعلامي لموقع بلد نيوز في حينها يتضمن معلومات دقيقة عما جرى ويشير التقرير إلى أن الشخص سلم الأطفال المسؤول الأول عن إنتاج وتصنيع المخدرات في دير الزور وهو لبناني يحمل شهادة الدكتوراه في الكيمياء وقد جرب عليهم خلطات مبتكرة من المواد الكيميائية المخدرة مثل الكابتاجون والإتشبوز وحشيش منتج محليا في مزارع خاصة في دير الزور لكن جرعة المخدرات هذه وتركيزها كانت أكبر من قدرة الأطفال على تحملها فيما الطفلان فمات الطفلان فيما نقل بقية الأطفال إلى مستشفى تابع للحرس السوري الإيراني في دماشق حيث فارق أحدهما الحياة وهو من موليد 2007 وفق وثائق نشرت لدى مستشفى السلوم الإيراني فإن جثث الأطفال تم استلامها ودفنها من قبل مشغليهم فيما لا تزال عائلات الأطفال تبحث عنهم وعن جثثهم لأن مصيرهم لا يزال مجهولا المصادر بحثت أكثر ليتبين أن جثث الأطفال المتوفين يخضعون لعملية انتزاع عدد من أعضاء الجسم للإتجار بها وهذا أمر غاية في الخطورة ثم يدفن ما تبقى في مقبرة سرية وتتم عملية إخفاء الجثث عن طريق عنصر عراقي تابع له الحرس الثوري الإيراني وهو من موليد المدائن عام 1990 حيث يقوم بدفنهم في بادية الميادي وهو المسؤول أيضا عن جلب ما يحتاجه معمل تصنيع المخدرات ذلك من العراق وإيران وفي الوقت ذاته يبدو أنه من يقوم بنقل الأعضاء المنزوعة خارج دير الزور بحسب مصادر الحدث نتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وهو درس هذا التقصص في جامعات إيران بحسب مصادر الحدث وقد ارتكب هذا أيضا جريمة أخرى أثناء التجارب راح ضحيتها ثلاثة أطفال بحسب أنباء أخرى وردت للحدث كذلك في نوفمبر الماضي اختفى عدد من الأطفال أيضا عقب ذهابهم في رحلة ترفيهية ينظمها المركز الثقافي الإيراني للأطفال إلى مدينة ألعاب تدعى حديقة كراميش ولم يرجح حينها ولم يرجح حينها إلى بيوتهم عدد من هؤلاء الأطفال وعلمت الحدث أن معظم الضحايا الأطفال كانوا يعملون في مهنة تدعى الحواج وهي تسمية محلية لجامع الخردوات والبلاستيك من الأحياء والمناطق الشعبية لكن هذه المهنة كانت مجرد غطاء لبيع المواد المخدرة خاصة للأطفال الآخرين وعلى الطرقات الخارجية وفق مصادر محلية فإن هذه المهنة تقضع لتنظيم صارم من قبل سلطات الأمر الواقع التي تدير العمليات في دير الزور وهي بالطبيعة الحال الميليشيات الإيرانية والميليشيات المحلية التابعة لها نظرا لاتباطها بتجارة المخدرات الحيوية لتلك الميليشيات التي كما ذكرنا سابقا أنها تشكل مصدر دخل أساسي للميليشيات تنقسم مدينة دير الزور إلى خمس قطاعات يدير قل قطاع منها شخص محلي يعمل لديه ما لا يقل عن خمسين طفلا ومدير هذه القطاعات كانوا من المجرمين ومروجي المخدرات المعروفين في المدينة ويرتبطون بمسؤولين إيرانيين محددين يشرفون على عملهم بشكل مباشر ويشرفوا على هذه المجموعة من طرف الحرس الثوري الإيراني شخص إيراني أيضا وهو من أهالي الرضوية في النجف وعن آلية إجراء تلك الاختبارات كشفت المصادر أن هذا النوع من التجارب أي التجارب التي تتم على الأطفال يتم في مركز طبي مصغر ومجهز لهذا الغرض في المربع الأمني الإيراني في فيلات القصور ويشرف على إجراء التجارب شخص لبناني أيضا ذكرناه سابقا ويعاونه طاقم طبي يتألف من طبيب مختص في التغدير ومختص بجراحة العامة وطبيب في الطب العام عراقي إلى جانب ثلاثة ممرضات أخريات ترجمة نانسي قنقر